مساء الخير لماذا يتلصص عليك في الخفاء ويتجاهلك بالعلم كتير اشخاص رح يفكروا انه عم نحكي عن المراقبة بعد الفراء انه برأبك على الستوري والسوشال ميديا ولكن لا هيدا شي حكينا عنه من زمان وقلنا انه الشخص اللي برأبك بعد الفراء او انه بعده بحبك ولكنه خايف من حبه للك لان عنده فيلوفابيا او غيره من الظروف او انه يتعمد لان بده يشوفك اذا رحت عند غيره يعني فقط على سبيل الحشرية كحشرية موجودة عند اي انسان او انه شخص بيكرهك وبيغار منك ويخاف من تفوقك عليه فهالسبب برأبك ليشوف شغلك او ليشوفك لوان وصلت بحياتك لانه بيعتبرك منافس لدود لالو هلأ بالنسبة لموضوعنا اليوم اللصلصة تختلف باللغة العربية يتلصص يختلف عن يراقب اللصلصة هي البصبصة وهون اليوم عم نحكي عن مرض نفسي يسمى البصبصة او اللصلصة واللي هو باغلبه يصيب الرجال بعد زير من الرجال عم يحضر هالفيديو طبعا مش الكل ولكن القسم الاكبر يكون من الرجال وهناك ايضا نساء ولكن النسبة الاكبر من الرجال البصبصة واللصلصة عند الرجال انه بحب النظر الى المرأة بالخفاء من دون ما هي تشوفه وعادة ينظر الى الاماكن الجنسية بجسد المرأة وبيعتبر هيدا الشي هدفه الوحيد حتى اذا المرأة ما بتعنيله لا من قريب ولا من بعيد لهالسبب بيجهل علنا لان اصلا المرأة كمرأة مش عانيت له ولكن الذي يعنيه هو فعل اللصلصة او البصبصة لانه يجد او هي العملية الجنسية لدى هالرجل تتلخص فقط بعملية التلصص او البصبصة على النساء سواء بحبه او ما بحبه او سواء معجب فيها او مش معجب فيها ورح اعطيكم التعريف العلمي الدائر للبصبصة بيقول البصبصة هي شكل من اشكال الشزوز او الخطل الجنسي ولا يكون لدى معظم الاشخاص الذين لديهم نزعات التلصص او البصبصة اضطراب بصبصة اما في البصبصة فيكون الفعل هو المراقبة او النظر بهدف الاستثارة وليس النشاط الجنسي مع الشخص المراقب يعني ما بهمون النشاط الجنسي او حتى العاطفة او الاعجاب مثل ما قلت لكم تجاه الشخص المراقب يعني انت كشخص مش هامه لهامه هو يفعل البصبصة لان هيدا الشخص بكل بساطة مريض بيداء التلصص والتلصص مش بس بيكون جنسي التلصص قد يكون ايضا على عدة امور هلا احكينا عن القسم الجنسي واللي هو بيتعلق لنا بنسبة كبيرة منه من الرجال ولكن على القسم العام اللي هو موجود عند الرجال والنساء وخاصة النساء هو البصبصة او التلصص فقط بداعي معرفة اخبار العالم وهيدا الده كتير انتشر هلأ بعصر التواصل الاجتماعي صارت الناس تحكي عبعضها عالفيسبوك وعالانستغرام بالستوريز ويوجهوا اهانات لبعضهم وشتائم من الهم وهيدا التلصص صار ظاهرة اجتماعية افتراضية مش اجتماعية على ارض المجتمع يعني العالم الافتراضي واللي هو اذا نسميه السوشيل ميديا والذي تحول مع الوقت لعالم حقيقي وفعلي لانه صار بيأثر على سلوك البشر وانا بيعتبره صار مجتمع تاني وليس مجتمع افتراضي هيدا المجتمع التاني اللي انخلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي هو صارت الناس ترائب منشورات بعضها وتعرف اخبار بعضها من هون ومن هون عبر السوشيل ميديا اما بدافع الحسد او الغير او اللتلت يعني اللتلت باللبناني ليحكوا عبعض او يستغيبوا بعض وهيدا الشي ينتشر عند الرجال والنساء الى حد سواء يعني سواء انت بتعني له لهالشخص اللي عم بيرقبك ولكنه عم يتجاهلك او ما بتعني له فهو هيدا الشي ايضا متل ما قلنا اصبح مرض اجتماعي اذا القسم الاول هو مرض جنسي والقسم التاني هو مرض اجتماعي وعالحالتان بالقسم الاول والقسم التاني الشخص يتلصص عليك لانه هو مريض بداعي اللص لسا اما الجنسية او الاجتماعية ولها السبب بيتجاهلك لانك انت اصلا ما بتعني له لا من قريب ولا من بعيد ولكن هو اما مريض بمرض التلصص الجنسي او بمرض التلصص الاجتماعي موسيقى